ترجمة نانسي قنقر الإمام علي بن أبي طالب والوالدة الطهور التي أخذ منها وعنها كل الصفات وأخذ عنها كل المعالم الضرورية للحياة الاجتماعية والدينية الإمام الحسين استطاع أن يختزل في ثورته كل المضامين التي يحتاجها بني البشر بأبعادها المختلفة التاريخية الإنسانية الثقافية الاجتماعية السياسية كل هذه الأبعاد اختزلها الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يوم الملحمة الخالدة التي استطاع من خلالها تغيير حال الأمة وليس حال الأمة فقط إنما حال العالم بأجمعه لا شك أن الإمام الحسين عليه السلام من خلال مبادئه التي نادى بها هي تحمل قيما ومبادئ إنسانية عامة فالإمام الحسين نجد أنه ركز على رسالة الإصلاح إصلاح المجتمع إصلاح الأخلاق إصلاح الإصلاح الديني في مواجهة تزيف الدين وتحريفه الإمام الحسين عليه السلام عندما قام بثورته المباركة قام من أجل أهداف وأهم هدف هو الإصلاح نجد أن الإمام الحسين عليه السلام يعلنها في يوم كربلا إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رئاء ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي الإصلاح هذا مفهوم يتفق عليه كل العقلاء ولذلك نجد أن رسالة الإمام الحسين تستهوي كل إنسان حر وأحس في حرمه أنا في مكان أستشهد ابن بنت رسول الله لإرجاع الكرامة للإنسان والحرية وإرجاع الهرية وإعطاء الحرية من ناحية فكرية سياسية أقيدية للإنسان أنا في زاق المقام أحس في ناس وأفكر ماذا أثناء بعد اليوم لي وفي قبال ربي وفي قبال الناس المستزعفين المحرومين هذا إحساسي زئيل جدا ولكن هذا إحساسي التأكيد على أن الله تعالى هو الذي صنع الحسين وشاء أن يبقيه خالدا على امتداد التاريخ هو إشارة للإنسانية قاطبة إلى موضوع الظلم والظالمين الطغيان ما تدمرت البشرية إلا بفعل الظلم الظلم مؤدن بخراب العمران يقول ابن خلدون في المقدمة الظلم يطوق الإبداع يقلص الإنسان يلغي الإنسان والإنسان هو اللبنة الأولى في صناعة الحضارة أليس الحضارة تساوي إنسان زائد وقت زائد تراب فإذا دمر البعد الأول للحضارة ينتهي كان الحسين هو ذلك الإنسان العملاق الذي يريدنا الله أن نكون على شاكلته وفي دربه وفي خطه ما يزعجنا اليوم في العالم الإسلامي هو هذا التهميش وهذا التطييف وهذا التضييق لشخصيات بحجم القارات الخمس هناك من يصور الحسين بن علي كما لو أنه شخصية تنتمي إلى طائفة معينة هناك من يريد أن يجعله وليا صالحا الحسين كان أكبر من هذا وداق الحسين كان منهاجا للإنسان كان عنوانا للبشرية كان رجلا كما تقول البلغاء العجز عن التعبير أبلغ من كل تعبير أضف إلى ذلك ممارسات الإمام الحسين في يوم كربلا عندما نجد أنه يضع خده الشريف على خد ذلك الإنسان العبد الذي كان يعني يختلف عن اللون السائد بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام إنما يكرس بذلك مفهوم كرامة الإنسان هذا المبدأ أيضا مبدأ كرامة الإنسان هو من المبادئ الهامة في احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان هذه من المبادئ أيضا العامة التي ينادي بها البشر خصوصا في هذا العصر حيث نجد أن الكل يتغنى بمبادئ حقوق الإنسان مبادئ الإصلاح فالإمام الحسين قبل ألف واربعمائة عام يتحدث عن هذه المبادئ الهامة أضف إلى ذلك أيضا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام ركز في ثورته على مبدأ أن يعيش الإنسان بكرامة وأن يرفض الذل أني لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برماء فالإمام كان يتمنى يتمنى الموت بعز وكرامة ولا يعيش بذل وهوان مع الظالمين إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماء المرء لا يستطيع أن يستكشف معادلة لرجل قال عنه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسين لكأن الطريق إلى الله عبر الحسين كأن الطريق إلى الحضرة السرمدية عبر الحسين كأن الولوج في بحر العاشقين المحبين الذائبين في ذات الله من خلال الحسين كأن مفتاح سر الوجود الحسين كأن الترقي في عالم الملكوت والتدرج في المسلكية الربانية العرفانية هو من خلال الحسين أحب الله من أحب حسين إن الحسين له قيادة عامة لجميع الناس ما هو قيادة هو أصوى للناس جميعا من كل الناحية من ناحية فردية شخصية اجتماعية سياسية دينية فكرية من كل الناحية لقد اكتشف الغربيون وكثير منهم رجلا أين منه تشيكي فارا الذي تغنت به الأجيال أين منه نيكروما الإفريقي الثائر على الاستعمار أين منه الذين كانوا رموزا مثل نلسان مندلة ولمومبا وغير ذلك من الرموز اكتشفوا عملاقا آخر يستجمع كل شروط العظمة والقيادة الإنسانية اكتشفوا رجلا عملاقا في حكمته في علمه في خوفه على الإنسانية والبشرية في تعاطيه الإجابة مع عدائه عندما عرف القوم بنفسه فأنكروه للأسف الشديد الإمام الحسين إذا حاولت أن أربطه بالقدسين الذين أنا أعتقدهم وأحبهم وأدين بمذاهبين النبل الكرامة الشجاعة الكريم الإنسان الذي يضحي بنفسه وحياته في سبيل الآخرين وهكذا كان يفضل أن لا يأكل مساء في أيام رمضان حتى يعطي المعوز ليأكل ويرداع تماما هو كالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المسألة بالنسبة للعقل الغربي الحسين قيمة عملاقة إلى درجة أن أحد علماء المسيحية يقول لو كنا نملك الحسين لكانت المسيحية سيدة الموقف في العالم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يحسوا ينظروا ويرا الإنسان إنسان بكل معنى لديه ما فرق بين مسلم وغير مسلم بين الشيعي وغير الشيعي بين إنسان بين إنسان من رجال الكنيسة في الفاتيقان سؤل يوما وهل تعرف شيء عن الحسين إنسان قال لهم بلى إنسان 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 والتصاقه بالسماء وكونه الامتداد للرسالة الإسلامية لقد اكتشفوا أن الإمام الحسين هو الامتداد الطبيعي لهذه الرسالة الإسلامية وأن دمه هو الذي سقى هذا الإسلام وأبقاه متجدراً في التاريخ بتعبير كثير من المفكرين منهم أرنولد توينبي في تاريخ البشرية حتى صاحب قصة الحضارة ويلد ويرانت أو جولد تسهير في الحضارة الإسلامية جستاف لوبون في الحضارة الإسلامية عندما يشيرون إلى أن الإسلام كاد يذبل كاد ينتهي كاد يتوقف في مساره التكاملي لو لا الإمام الحسين الذي أعطاه دفعاً كبيراً مشكلة حقيقية يواجه التاريخيون أو التاريخيين مع قضية الإمام الحسين حينما يتتبعون فقط يوم عاشراء وما تبعه يوم عاشراء لكن هناك خمسين سنة نصف قرن عاشه الإمام الحسين قبل يوم عاشراء يجب أن نقف عنده ونتلمسه ونستقرأه ونعرف مدركاته بمعنى آخر أن كربلاء ربما تكون عبارة عن اختزال لخمسين سنة عاشه الإمام الحسين وبل ورها في يوم عاشراء استطاع من خلالها أن يحكي كل الأبعاد التي تحدثنا عنها واختزلها بمواقفها وكلمات وخطب واجهها الإمام الحسين يوم عاشراء واستطاع أن يبينها للبشر عبر الأجيال المتعاقبة التي من المفترض عليهم أن يستقروا هذه الأبعاد وهذه المكونات التي اختزلت مقنونة هذه الشخصية الاستثنائية التي استطاعت أن تغير كما قلت سابقا تغييرا جذريا في مواجهة التخلف والرجعية التي انتهجتها سياسة بني أمية المتمثلة في خلافة يزيد بن معاوي ولذلك نجد مشهدية كربلاء المؤثرة إلى أبعد الحدود كانت مختارة بعناية من رجل يقرأ الراهنة بامتياز كما يقرأ المستقبل بامتياز هكذا يقولون وهذا ما يميز قضية الإمام الحسين عليه السلام تلك الثورة المباركة التي انتهجة الإمام الحسين عليه السلام يوم كربلاء هي مصداق للأبعاد الإنسانية التي يختزل فيها كل الأبعاد لذلك تجد أن هذه الثورة يستلم منها كل الطوائف الإسلامية والإنسانية على مختلف طوائفهم مما يعجبني في عباس محمود العقاد الأديب المصري أنه كان رجل لوذعيا ذا بصيرة فدى في كتابه الحسين شهيدا يقول كان الحسين يمثل الحق كل الحقي وكان يزيد يمثل الباطل كل الباطل كان الحسين يمثل عدالة الدنيا وساعة الآخرة وكان يزيد يمثل عن جهية الدنيا هذا الحسين في مجده من في مجده في مجدمان في مجدمان في مجدمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة